في الفيديو ده هنشرح قاعدة الأسماء المعدودة والأسماء غير المعدودة بس قبل يوم نبدأ الفيديو ياريت تشترك في القناة لو أنت لسه مش مشترك وفعل زر الجرس عشان يوصل لك كل جديد ويلا بينا نبدأ الفيديو أول حاجة إحنا عندنا أسماء معدودة وأسماء غير معدودة يعني يا أسماء معدودة يعني لها مفرد وليها جمع بس خلي بالك أنا هنا بتكلم على الإنجليزي يعني ما تقوليش كلمة ماني ماني يعني إيه فلوس هتقولي الفلوس ليها مفرد وليها جمع خمسة جنيه عشرة جنيه عشرين جنيه لا أنا بتكلم على الإنجليزي كلمة ماني ليها مفرد وليها جمع في الإنجليزي لا هي كلمة واحدة طيب يبقى ديات اسم غير معدود طيب اسم معدود زي إيه كلمة مثلا أبل طفاحة ليها جمع اللي هو أبلز يبقى ديات ليها مفرد وليها جمع يبقى ده اسم معدود يبقى كده عرفنا الاسماء المعدودة هي ايه والاسماء غير المعدودة هي ايه نبدأ الاول بالاسماء المعدودة عندنا الاسماء المعدودة اما مفرد و اما جمع هنبدأ الاول بالمفرد هنحط قبله ايه عندنا حاجة من حاجتين يا اما اا يا اما ان امت حط اا و امت حط ان لو الكلمة اللي عندك احنا طبعا بنشتغل على الاسم المعدود المفرد لو الكلمة اللي عندي مبدوقة بفاول ساوند يعني صوت متحرك يبقى هنا هنستخدم ايه آن زي كلمة أبل بدأ بالاي آ آ ده فاغول يبقى قول آن أبل طفاحة طيب كلمة زي بوك هيتحط قبلها ايه آ ولا آن هنشوف مبدوه بايه لو مبدوه احنا قلنا لو مبدوه بفاغول ساوند يبقى حط آن ولو مبدوه بكونسرن ساوند يبقى حط قبلها آ زي كلمة بوك ب ب ده كونسرن ساوند يبقى حط آ ابوك. نيجي بقى للجمع وللاسم غير المعدود. هنحط قبلهم ايه? عندنا حاكتين. يا اما سم يا اما اني. امت حط سم وامت حط اني? هنشوف الجملة خبرية ولا استفهمية. لو خبرية. لو مثبتة يبقى نحط قبل الكلمة سم. اما لو منفية يبقى نحط قبل الكلمة ايه? اني. زي الجملة دي مثلا. اي وانت نقط واتر. هي واتر دي ايه? ميغ. اسم معدود ولا غير معدود? غير معدود عشان سائل. طيب احنا قلنا الغير معدود هيتحط قبله ايه? يا اما سم يا اما اني. احنا هنا الجملة خبرية. هنشوف اما مثبتة واما منفية. لقيتها مثبتة. ما فيهاش نخ. يبقى حط ايه? سم. اي وانت سم واتر. طيب الجملة دي. اي دونت هاف نقط واتر برضو. هنحط ايه? اني. عشان الجملة هنا منفية. طيب ولا استفهام. ان انا بسأل على معلومة عادية. لو لقيته عرض او طلب. يبقى احط سم. اما لو لقيته استفهام. بسأل على معلومة عادية. يبقى احط ايه? اني. زي مثلا. would you like? نقط lemons? وبيقول would you like? هل تريد? يبقى بعرض عليه. يبقى احط some. would you like some lemons? طيب السؤال ده? are there not? tomatoes in the fridge. هحط ايه? هو هنا سؤال. واسأل على معلومة عادية. بقول هل يوجد هو فيه طماطم في التلاجة? يبقى ايه? اني? هل يوجد اي طماطم في التلاجة? ادي قاعدة الاسماء المعدودة والاسماء غير المعدودة. سهلة جدا. لو عجبك الفيديو بقى يريد تعمل لايك وتشترك في القناة. وتعمل شير للفيديو عشان يوصل للناس اكتر. اشوفكم الفيديو اللي جاي. مع السلامة.